اتخيل انك قاعد تدير مشروع تجارك الالكترونية صغير بذلت جهدك ووقتك كله فيه لكن الامور مماشة معاه المبيعات ثابتة فريقك يشعر بالضغط والشعور بالشك قاعد يسيطر عليك الوضع صعب صح؟ لكن في مشروع ثاني يواجهه نفس التحديات لكنهم نجحوا في النمو بشكل اسرع واذكى لكن شو كان سرهم؟ اليوم بنغوص في نموذج القيادة الموقفية وكيف يقدر يغير نجهك في القيادة وستراتيجيتك في الادارة اتخيل عندك اربع اعضاء في الفريق كل واحد فيهم مرحلة مختلفة من التطور انت مش بس رئيس لهم انت مرشد وموجه اول واحد هو الدي ون المبتدأ والمتحمس هذيرا متحمسين لكن ما عندهم اي خبرة هني تحتاج تستخدم اسلوب اس ون واللي هو التوجيه لازم تكون واضح ومحدد معاهم ولازم تحط اهداف قابلة للتحقيق ولازم تعطيهم تعليمات مفصلة خانا نقول الصدق هذيرا ناس يحتاجونك بشكل قوي في هذا الوقت لانا ما عندهم اي خبرة بعدها عندنا دي 2 هذا المتعلم لكن ما عنده اي تحفيز هم بدأوا يتعلمون لكن بدأوا يشعرون شوي باللحبات هني تحتاج تنتقل الى اس 2 واللي هو التدريب لازم تقدم الدعم والتشجيع ولازم توازن ما بين التوجيه والتعاطف معاهم لازم تذكر من ان هذيرا ناس يحتاجون شخص يأمن فيهم ناس ما انت كنت تحتاج واحد يأمن فيك في وقت صعب لازم تكون هذا الشخص لهم الحين بنتقل الى دي 3 المؤدي القادر لكن حذر هم يعرفون شغلهم لكن للأسف ما عندهم ثقة عالية هذا الوقت هني لازم تستخدم S3 واللي هو الدعم او S3 الدعم لازم تعطيهم المساحة على اساس انهم يتخذون القرارات لكن لازم تكون موجود على اساس لو هم عندهم اي اسئلة وللتوجيه وبهذه الى الناس لازم تحتفل بنجاحتهم حتى لو كان شوية او كان وكثير يعني هني انت لازم تذكر كيف كنت تتشكر في نفسك لكن في واحد كان معاك هذا هو الدعم اللي يستطيع بني الثقة والناس ما هو بنى الثقتك لازم تبني ثقتهم بهذه الطريقة واخيرا نحنا نوصل الى دي 4 المحقق المستقل هذين الناس واثقين وكافئين ويقدرون يسوون شغلهم بروح هني تقدر تتقل الى S4 واللي هو التفويض او انك تكلفهم بالشغل كله لازم تثق فيهم مع كل المسئوليات ومكنهم من اتخاذ القرارات يعني باختصار تعطيهم تعطيهم الامكانية الكاملة من انهم يختخذون كل قراراتهم بدون ما يون عندك لان خلاص هو يعرف هو عند الثقة ويعرف كل شيء هني الصدق تبرز جوهرة القيادة القيادة مو مش عن المراقبة مو من انك تراقب فوق الريال لكن عن تعزيز الاستقلالية هذا هو هدفنا من اننا نودي واحد من D1 الى D4 اوكي نحن عرفنا هذه الاشياء كلها لكن شو لاتن تسوي انت اسبوعيا وهذا شي مهم هني انت راح تسوي اربع اشياء اجتماعات قصيرة قياس الاداء حلقة التغذية الراجعة او باختصار فيدباك واجتماعات الفريق وهذا شي تسويه كل اسبوع او شغل نروح عند اجتماعات قصيرة لازم تروح تسوي اجتماعات فردية قصيرة اسبوعية مع كل عضو من الفريق لازم تستخدم هذا الوقت عساس تقيم تقدمهم وتعالج تحدياتهم وتعطيهم تعليقات بعد ثانيا قياس الاداء هو انك تتابع مقياس مثل تحويلات المبيعات ودرجات رضاء العملاء وكفاءة العمليات مثال كبير يعني تشيك موقعك ليش مثلا فيه مئة شخص يدخلون الموقع لكن فقط فيه واحد ولا اثنين يشترون نقدر نزود اكثر هذا يعتبر كأنك انت قاعد تقيس الاداء وهذا تحويلات المبيعات درجات رضاء العملاء من انهم حبوا اداء الزباين وهما راضيين هذه البيانات كلها بتساعدك في فهم المناطق التحسين وهذا شيء مهم كما بما انك انت مدير لازم من انك تقيس كل شيء موجود والفيدباك هي عبارة عن انك انت تصحح دائما اذا فيه واحد كان يعاني لازم تصحح له فورا لكن طبعا بطريقة جيدة يعني المفتاح في هذا الشيء هو من انك تقدم التوجيه في الوقت الفعلي مش لما في نهاية الاسبوع اجتماعات الفريق هني اخرا لازم من انك تسوي جراء اجتماعات اسبوعيا عساس انكم تعرفون كل واحد منكم اهدافكم او اهداف الشركة الكبرها والتحديات اللي انت رحتولها والنجاح اللي كنتوا فيه طبعا انا في هذا البودكاست اأمن من ان البزنس يتكون من ثلاث اشياء مبيعات ادارة والعمليات هذه الى الثلاثة هم مهمين احنا بنتكلم عن كيف تديرهم ثلاثتهم ادارة الادارة تأكد من ان فريق الادارة يفهم كيف يقود الفرق الخاصة فيهم باستخدام عدة نماذج للادارة لانه فيه ترافيض نماذج مختلفة عن القيادة الموقفية فيه عدة عدة و لازم انهم يعدلون اسلوبهم على اساس ان يناسبون مستويات لعضاء الفريق ادارة المبيعات يحتاج فريق المبيعات للشعور بالتحفيز والتمكين لانه هذين هم اهم ناس اصلا لو بدون العمليات بدون المبيعات استغفر الله بدون المبيعات ما رح يكون عندك اصلا بيزنس لازم انك تستخدم اسلوب تدريب لدعم الناس اليداد وننتقل تدريجيا الى اسلوب التفويض لذول الخبرة ونشجع الاستقلالية لكن نخلي خطوط الاتصال مفتوحة لتوجيه الحين اخيرا ادارة العمليات الوضوح والهيكل مهمين استخدم اسلوب التوجيه للمبتدئين وهو S2 للمستجدين وحدد اهداف تشغيلية وواضحة وتابع مقياس الاداء للعمليات يعني كم يوم ليما يوصلون الشحنة كيف رضى العملاء كم او بس هذا هو صراحة هذا بالنسبة لي اهم اثنين تخيلنا رحلتك بتكون مختلفة مع فريق مش بس موهوب بس بعد متحمس ومتوافق مع رؤيتك عصصني اختم هذا الحلقة هذي تذكرنا الادارة فعالة مو بس عن انهاء المهام بس بعد عن تطوير افرادك او اللي هو تطوير الموظفين بفهمك لمكان كل عضو وفي تطويره وتعديل اسلوب قيادتك مو بس بتحسن الاداء لك رح تخلق فريق قوي ومشاركا قادرا على التغلب علي تحديه واذا انت حاب تدخل المجتمع مهتمين من انهم يقوون عمارهم ادخل الرابط اللي تحت ورح تدخل المجتمع بزنس في خمس دقائق